مطرق بن عايد من السعوديين وجاءت ردود الأفعال على هذا الهاشتاج سلبية جدا حيث انتقد العديد فكرة عدك رقبة مطرق بن عايد نظرا لجارمته الشنيعة التي ارتكبها والتي تتعلق بقتل مواطن آخر يدعى أحمد الحربي وفي التغريدات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي أكد المغردون أن مطرق بن عايد قاد مجموعة من الشباب لفعل هذه الجريمة البشعة حيث قام بتاعنا أحمد الحربي بسكين وتركوه ينزف حتى الموت وعبر المغردون عن استياءهم واستنقارهم من هذه الجريمة البشعة مطالبين بالقصاص على مطرق بن عايد وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية خبرنا دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته